هذا مشهد آخر من مشاهد الوحدة والتلاحم في إيران عشرات الألاف من المواطنين على اختلاف مشاربهم وانتماءاتهم حاضرون هنا لإدانة أعمال الشغب والهجوم الإرهابي التكفري الآخير على الأبرياء مهما فعل العدو فلن يستطيع هزيمتنا أو سلبنا عزيمة الصمود أفعله الإرهابية هذه تجعلنا أكثر قوة يوما بعد يوم لا يمكن لداعش عبر أعمالها الإرهابية أن تخلق فتنة بين الشيعة والسنة في إيران فليعلم أن جميع من اجتمعوا اليوم هم تلاميذ في مدرسة الشهيد قاسم سليماني إذن المطالبة بالانتقام والثأر لدمائش هداء هنا لم تعد شعارات تطلق في الهواء بل تحولت إلى مطلب شعبي مهم يريد منه الناس ضرب أذرع العملاء والأعداء بيد من حديد أقول لآل سعود وسائل إعلامهم ولمن يقوموا بالتحريك وإدارة أعمال الشغل في البلاد سوف نسلب الأمن والطمئنة منكم فلا يمكنكم أن تزعزوا أمن بلد ما بينما تنعمون أنتم بالأمن عهدا منه سنعمل على تحقيق أهداف قائد الثورة ونبقى في الساحة وننتقم من الأعداء من محاربة للإرهاب إلى ضحية له تحولت إيران يقول المشاركون هنا هو مشهد يسعى أبناء شيراز لإيصاله إلى الرأي العام العالمي محذرين في الوقت نفسه من تبعات إثارة العنف في إيران وإجبارها على الرد بأساليبها الخاصة يثبت الإيرانيون مرة أخرى ولاءهم وانتماءهم لنظام الجمهورية في إيران مؤكدين أن أعمال الشغب والحدث الإرهابي هنا هما وجهان لعملة واحدة تقف خلفهما واشنطن وإسرائيل ملك عابدة من مدينة شيراز الميادين